بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والسلام وابوث رحمة العالمين ثلاثة أسكار تكتب بماء الذهب بمثابة الماء والهواء لكل مسلم وانترك هذه الأسكار ولو يومنا واحدا أصبح في قطر عظيم جدا جدا طبعا كسيم الناس يعني أو كسرة الحوادث وكسرة البلاية والمصائب وكسرة موت الفجأة بسبب تخازر الناس واستخفاف الناس بهذه الأسكار وهذه السنن فهذه الأسكار هامة جدا 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 وستعلم أهمياتها الآن بعد أن أقول هذه الحديث الذكر الأول عن أبان بن عثمان رضا الله عنه قال سميت عثمان بن عفان رضا الله عنه والحديث صحيح طبعا يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين همسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قال في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء حتى يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي فأصابني الفالج في هذا اليوم فجعل الرجل ينظر إلي الرجل الذي يسمع الحديث من عثمان بن عفان فقال له ما بالك تنظر إلي والله ما كذبت على عثمان بن عفان وما كذب عثمان بن عفان رضا الله عنه على رسول الله ولكن عصيته في هذا اليوم فنسيته أن أقول هذا الذكر فأصابني الفالج الفالج عن الشلال قلبكم سيدنا أبان بن عثمان رضا الله عنه أحد الصحابة قال جلاء كان مغضب عن هذا الذكر فقل فعصيت يعني حسن مني عفوة أو عصية فصلت عليه الشيطان فأنساه هذا الذكر في هذا اليوم فأصابه الشلال فأصابه الشلال يوم أنا وحدا فقط فأصابه الشلال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مما قال حين يصبح وحين ينسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم ثلاثة مرات لم يضربه شيء طول اليوم لم يضربه شيء فقال العلماء في تفسير هذا الحديث لم تأتيه مصيبة من السماء أو لم تأتيه مصيبة من الأرض من تحت الرجاب لا تجيل مصيبة من فوق ولا تجيل مصيبة من تحت يكون محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى طول اليوم طبعا ورماء قالوا وهو السميع العليم أنك استعزت بالله سبحانه وتعالى واستحفظته نفسك فيحفظك سبحانه وتعالى في هذا اليوم من كل البلاء أو المصائب وهو السميع العليم أي السميع لما تقول العليم بواطن الأمور والعليم بإخلاص قلبك وأنت تقول هذا الزكر شوف القطبي قال هذا تعليق ماذا قال تعليقنا لهذا الحديث قال فتعلمته فتعلمته فكنت أقوله كل يوم فنسيت يوما أن أقوله فلدغني عقرب في المدينة فتذكرت أني نسيت أن أقول هذا الزكر في هذا اليوم إمام القطبي أحد أعلام التفسير كان يقول هذا الزكر ويوضب عليه نساه يوما واحدا فصلت عليه عقرب فلدغه في هذا اليوم هذا هو ذكر الأول ذكر الثاني جاء الرجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال له يا صلى الله ما لقيت من عقرب لدغتني البريحة قال له أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك يعني كنت تعوست قلت هذا الزكر العظيم أعوذ بكلمات الله التامات قد قلل الثلاثة مرات صواحاً أعوض كلمات الله التّمات من شر ما خلق وفي رواية أعوض كلمات الله التّمات من شر ظرء وخلق وبرأ وسلام على نوح في العالمين فقال الله لأنك قلت هذا الذكر لم يضرك هذا العقرب وقال وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً من قال حين يصبح حين يرji ثلاثة مرات أعوض كلمات الله التّمات من شر ما خلق لم تضر حمة في هذه الليلة ومن قلع حين أصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تدر حماة في الصباح هذا الزكر الثاني ماذا قال الترمزي تعليقاً لهذا الحديث وقال الترمزي عن سهيل بن أبي صالح كان أهلنا كان أهلنا يتعلمون هذا الذكر ويقولون هذا الذكر فلودغت جارية فلودغت جارية عندنا فلم تجد لها وجعاً فلم تجد لها وجعاً لا تشعب أي وجع نظروا الحديث الثالث جاء إلى أبي الدرداء رضى الله عنه وقيل له احترق بيتك فقال لهم ما كان الله ليفعل ذلك أو الله لم يكن ليفعل ذلك لذكر تعلمتوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى وانظر فذهب معهم فإذا بالبيوت التي حول بيته احترقت بالكامل ولم تصب بيته شرارة لم تصب بيته شرارة ما هذا هو الذكر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العشر العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حوله ولا قوة إلا بالله العليل العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذهم بناصيتها إن ربي على سراط المستقيم لديكم عظمهم جدا شاهدوا ماذا السقة سيدنا أبي الدرداء هذا ما قيل لو احترق بيته؟ قال لا ما كان الله ليفعل ذلك لذكر تعلمتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ممكن تحصلت في صيبة كذلك قبل كل البيوت التي حول بيته احترقت وهو لم تصب الشرارة نظروا لأي الخسارة الذي لا يقول هذه الأسكار الثلاثة يعني في الصباح ومساء كيف يخسر لذلك خابة وخصر من ضاع هذه الأسكار ولما يقولها فأنا سأكتبلكم هذه الأسكار تحت الفيديو انسخوها ونشروها ونشرها ونشرها هذا الامن في ثواب عظيم ونعلم علما في الو أجرم عام اليوم من القيامة لا ينقذ ذلك بكل شيء تنشوش تفعيل الجرس والإشراك في القناة سلامكم كل يديد والساعدين عن رشرة السنة التنبوية اقولوا قولي استغفروا الله وليا لكم اوعى يمر عليك يوم واحد دون تقول هذه الأسكار الثلاثة اللهم بلغت اللهم فشد اقولوا قولي استغفروا الله لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة